بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم في فيدو النهاردة بإذن الله عن مسلسل العار الجزء الثاني نسخة بعد التعديل بطولة الفنان الكبير مصطفى شعبان وأول من نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة والسلام ونبتدي في سرد وتفاصيل وأحداث الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من مسلسل العار طبعا بعد ما تم القبض على مختار وطبعا القبض عليه يبقى أخوه الزابط أشرف فبعد كده أم مختار لهمت ابنها أشرف على اللي عمله وكانت زعلانة منه جدا علشان قبض على أخوه مختار ودخلوا السجن بيده فطبعا برر ليها كثير وقال لي أنا مش زنبي أنا بنفذ الأوامر اللي باخدها فطبعا قالت لو عايز أسامحك صح هرب أخوك أو أحمل أي حاجة بس ما تسبهوش كده وطبعا أم مختار لما سمعت خبر موت ابنها ساعد راحت في غيبوبة لأنه طبعا هي كانت بتحب ساعدة جدا لما عرفت أنه ساعد انطحر وحرق نفسه هو ومراته بالأنبوبة طبعا زعلت وراحت في غيبوبة وطبعا أختهم كانت زعلانة جدا على ساعد واتصدمت بخبر وفاته وطبعا كانت بتواقفة جنب أمها وبتواسي فيها وطبعا أشرف مسابش أمه لحظة من ساعة ما دخلت المستشفى وطبعا كان بتبحة أول بول الغاية لما حلطة الصحية أتحسنت وخرجت من المستشفى لأنه طبعا ضربة يم في الرأس توجع فخبر وفات ساعد وخبر دخول مختار السجل كان مأثر في أمهم جدا وكانت زعلانة ومصدومة كل وقت بسبب الخبرين دول وبعد كده مختار أول ما سمع بأنه أخوه ساعد ماد في السجل طبعا زعل عليها جدا واتصدم وفضل يبكي وطبعا أخوه أشرف صبره ووعده بأنه حيجيب لي محامي كويس يخفف عنه الحكم وطبعا في جلسة الحكم النهائية مختار أخذ أربع سنين سجن وطبعا أخوه أشرف فرح جدا لأنه ده يعتبر حكم مخفف جدا وطبعا مختار لما دخل السجن اتعرض لمشاكل بهدلة كثيرة جدا ومما ظاهر البهدل والمشاكل اللي اللي قابلته في السجن هو أنه كان فيه واحد يدعى مسجون يدعى كابريتا كابريتا كان عامل نفسه كبير أو زعيم السجن فطبعا حبي يتأمر لمختار وأمر مختار بأنه يمسح الحمامات ويخسل هدومه فطبعا رفض مختار فضربوا كابريتا هو ورجالته وبعد كده جاء الشويش وأخذ مختار ودخل المستشفى لأنه كان بينزف دم بشدة فطبعا أخوه مختار أول ما سمع الخبر ده راح لكابريتا وضربه جوا في السجن هو ورجالته وبعد كده أخذهم وحطهم في السجن انفراضي وطبعا وعد كابريتا بأنه لو لمس أخوه مختار مرة ثاني حيقتله هو في السجن وبعد كده مختار خرج من مستشفى السجن وحالته الصحية أتحسنت وبالفعل لما دخل السجن كابريتا هو ورجالته كانوا بيعملوا المختار ألف حساب وهم اللي بيجي يخدموه فكابريتا كان بيعمل شاي لمختار وكمان كان بيغسله وهدوه وكان عامل زي الخدام ليه بالزبط فطبعا هو اللي أصبح مختار كبير السجن بسبب مساعدة أخوه أشرف فبعد كده أشرف تزوج من بنت مسؤول كبير جدا من البلد وطبعا كانت تدعى هذه البنت اللي تزوجها كانت تدعى يسمين خليل فطبعا لما تزوج من يسمين حسب إنه ربنا عوضه عن كل اللي فات وحسب إنه ربنا عوضه عن زوجته اللي راحت وابنه اللي راح فطبعا لما خلف ابن سما على اسم مختار حبا في مختار وأخواته وأمه فطبعا مختار بعد مرور أربع سنين خرج من السجن فطبعا أول حاجة عملها هو إنه أتخلص من كل الفلوس الحرام اللي أخدها وطبعا قرر بإنه يبدأ حياته من جديد ولكن بالحلال وأمه طبعا فرحت جدا باللي عمله مختار وكانت سعيدة جدا ودعت ربنا بإنه ربنا يوفقه في الطريق الحلال اللي هو ماشي فيه ده وبعد كده في يوم من الأيام أشرف أخو مختار طلع مأمورية وهي كان القبضة على تاجر المخدرات محترف فخلال هو وبيطار تاجر المخدرات طبعا حصل ضرب نار واشتباك ما بينهم وفي خلال ضرب النار والاشتباك ده مختار أشرف أتصاب بطلقة في صدره من تاجر المخدرات الشرس ده والأسف الشديد الطلقة دي طبعا كانت موتة مختار وطبعا لما وصل للمستشفى والعناية المركزة في خلال أنفاس حياته الأخيرة ووصل مختار وقال ليه مراطي وابنها طبعا في رقبتك ووعد سيبه وبعد كده مات أشرف ومختار زعل عليها جدا هو أمه وأخته لدرجة أنهم أنفجروا بالبكاء واتصدموا صدمة شديدة جدا وطبعا مختار وعد أخوه لما مات بأنه حيجيب حقه وأنه حيخلي باله من مراته وابنه السغير مختار وبعد كده أشرف بعد كده مختار بالفعل بدأ يسعى لطريق الانتجام من تاجر المخدرات اللي جتل أخوه فطبعا أستعام بأصحابه اللي في السجن اللي خرجوا أستعام منهم بأنهم ياجوا معاه يخلصوا على تاجر المخدرات ده وطبعا أخذوا معاهم رجالة وسلاح كثيرة جدا وبالفعل طاردوا تاجر المخدرات ده الغاية لما مختار كتل تاجر المخدرات وأخب بطار أخوه فبعد كده مختار طلب من يسمين خليل اللي هي مرات أخوه أشرف اللي مات طلب منها أن يتجوزها علشان طبعا يخلي باله من ابنه السغير مختار وبالفعل قبلت أنها تتزوجه رغم أن والدها كان رافض ولكن هي كانت مصرة بأنها تتزوج مختار علشان يبقى أخوه أشرف وإنه في ريحة منه فطبعا هي قبل تتجوزه علشان كده وبالفعل لما تجوزته حبت مختار وأنجبت منه ولد وسماه على اسم أخوه أشرف وطبعا أمهم كانت سعيدة جدا بسبب أنه مختار لم لحم أخوه وتزوج مراته وطبعا لم ابنه السغير ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من مسلسل العام تأليف وإغراج أحمد سعودي أتمنى بأن المسلسل يكون لإعجابكم مع إسايا المشاهدين وبأن تكونوا قد أستمتعتم بأحداث وتفاصيل المسلسل ونشوفكم على خير الفيديو القادم عزيزي المشاهدات تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل الله تدعمنا وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته